Hello my dear students, أهلاً بكل متابعين قناة إنجليزي كل المراحل بكل طلاب برايماري فور مكمليين مع بعض منهة Connected Plus للصف الرابع الابتدائي الترم التاني وصلت معاكم النهاردة ليونت 7 Lesson 3 تعالوا النهاردة نقرأ كلمات درسنا بطريقة أصوات الحروف زي ما احنا متعودين في قناة إنجليزي كل المراحل هنربط بين صوت الحرف في العربي وصوته في الإنجليش وكمان هنشرح الدرس كلمة كلمة ونحل كل تدريبات كتاب المعاصر إن شاء الله بأمر الله يعود الفيديو عليكم بالنفع والفلد تعالوا كده نسمي الله بسم الله ونبدأ درسنا هنفتح كده بالمعاصر على بيج سيرت سيوا تعالوا نقرأ يلا أصلاً التايتل عنوان الدرس اسمه Energy Around Us الطاقة من حولنا تعالوا نعرف ايه أنواع الطاقة أول حاجة هنا الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية اسمها Solar Energy Solar Energy Solar Energy الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية دي عبارة عن بتبقى في أماكن زي الصحرة مثلاً الصحرة بيبقى فيها الشمس جداً حمية وواضحة أشعة الشمس قوية بنقدر نستغل المساحات الفاضية دي عن طريق ألواح كده معينة الألواح دي بتقدر إنها تعكس أشعة الشمس وبنستفيد بالطاقة الشمسية أهي اسمها Solar Energy دي الألواح اللي بتنعكس عليها طاقة الشمس Solar Energy Solar Energy تمام؟ طاقة شمسية تمام؟ طيب بعد كده تعيد تعيد ده المد والجزر يعني الأنهار أو البحار بيبقى فيها المية بتبقى بتوصل منسوبها بتعلى جداً وبساعات بتنخفض فدي اسمها طاقة المد والجزر المد إن المية البحر بتزيد قوي قوي بتنقص تمام؟ اسمها تعيد تعيد الطاقة الحرارية للأرض اسمها Geothermal Energy Geothermal Energy Geothermal Energy الطاقة الحرارية للأرض الأرض من تحتنا سبحان الله تحتها حرارة طاقة جمدة تمام؟ فالطاقة دي بنقدر إن إحنا نستفيد بيها اسمها طاقة حرارية أرضية لإنها تحت الأرض تمام؟ عندنا كمان الكلمة اللي هي اسمها أنواع الطاقة الطاقة نوعين طاقة متجددة وطاقة غير متجددة غير متجددة يعني بتخلص بنستعملها وبتخلص اسمها توربينات الرياح اسمها ويند تورباينز ويند تورباينز ويند رياح وتورباينز معناها توربينات الرياح أماكن بيبقى فيها الهوى جديد جداً زي الأماكن مثلاً السحلية فبيستغلوا المساحات الفاضية وبيقدروا إن هي دي اسمها توربينات الرياح يا أولاد عن طريق إن هي بتتحرك بطاقة الرياح بالهوى الجامد جداً دي ده بيقدر إن هو يولد لنا أهو الكهرباء فدي اسمها طاقة الرياح اللي هي الويند تورباينز ويند تورباينز طاقة الرياح تمام؟ طيب عندنا كمان التايدل انرجي تايدل انرجي تايدل انرجي احنا قلنا اللي هي طاقة المد والجزر بيقدروا يستفيدوا من الميا علو الميا الجامد قوي وانخفضها عن طريق إن هم بيولدوا كهرباء توليد الكهرباء بيستغلوا كده في توليد الكهرباء اسمها إيه؟ اسمها تايدل انرجي طيب متجدد معناه رنيابل رنيابل متجدد رنيابل تمام؟ بعد كده كمان بيقول لي الجنريت انرجي يعني يولد طاقة جنريت انرجي يولد طاقة طيب تعالوا نشوف يعني ايه وقود حفري الوقود الحفري ده اسمه فصل فيولز فصل فيولز هو يعني ايه وقود حفري عشان برضو تبقوا فاهمين اكتر يعني الوقود الحفري ده هو ليه اصلا اسمه حفري هو عبارة عن بقايا نباتات وحيوانات من زمن قوي 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 تمام؟ يعطور من بداية الخلق فالنباتات والحيوانات دي ماتت وبتبقى خلاص اتحللت تحت الأرض فبقت بقاياها دي كأنها حفريات يعني اتحللت عن طريق بقى الشمس والعوامل وكده الحرارة فبقت حفريات عشان كده هي لما حفروا بقى فلاقوها فاسمها ايه؟ وقود حفري وقود حفري هو زي ايه الوقود الحفري ده؟ تعالوا نشوف الأول زي الكول الفحم كول فحم اهو الفحم ده اللي احنا بنستعمله في الطبخ وكده وانحنا بنولعه بنعمل بيه الحاجات بنشوي عليها صح؟ زي كمان الايل البترول الايل البترول ده اسمه الوقود الحفري طيب معناها نوع وريمينز معناها بقايا زي ما بقول لكم كده بقايا النباتات والحيوانات اسمها ريمينز والقهرباء اسمها إلكتريسيتي إلكتريسيتي والألواح الشمسية اسمها سولر سولر اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي دي كلها يا ولاد اسمها ألواح شمسية سولر ألواح شمسية تمام؟ طيب كمان بيقول لي الكوست اللي هو الساحل كوست الساحل ساحل البحر بحر وده بيعتبر الساحل كوست كوست تمام؟ طيب كمان بيقول كوة معناها باور باور والمصادر الطبيعية اسمها ناترال ريسورسز ناترال ريسورسز التي واليو والأر والإي اسمها تشار تشار تمام؟ ناترال ريسورسز مزرعة اسمها فارم فارم تلوث بولوشن بولوشن خلي بالك ان التي والأي والأو بيتنطقوا حرف الشين احنا اتفقنا على كده طاقة كهربية مستقبل مستقبل برضو التي والي والأر بيتنطقوا تشار احنا قلنا ان بتروي المعنى آيل والحرقة اسمها موفمنت موفمنت المية الجرية موفينج وودر يعني ايه المية الجرية؟ يعني مية البحر مية النين مية جرية مش مية ركدة واقفة في مكانها لأ المية بتتحرك تمام؟ موفينج وودر تمام؟ الأفعال بقى تعالوا يلا بقى نفتح مخينا كده الحصولة ونحوش فيه أفعال جديدة أول حاجة يعني يصدر أو يطلق اسمها ريليس ريليس تمام؟ الباست منها الماضي منها ريليست هيت يسخن والماضي منها هيتد جينيريت يولد والماضي جينيريتد ستور يخزن ستورد كمان فايند يجد فاوند الماضي منها جت يحصل على حاجة والماضي جت شاين يلمع أو يشرق تمام؟ الماضي شون بلو يهب أو ينفخ زي مثلا رياحة رياحة هب بلو الماضي منها بلو طيب تعالوا نروح لبيج سيرتيتو كده ونكمل ونقرأ مع بعض اهم التعبيرات وحروف الجر ايه؟ لو قلت انزل معناها على المدى الطويل يعني ايه؟ على فترات طويلة المدة كذا سنة تمام؟ معناها على كوكب الارد كوكب الارد طيب زي تحت الارد under the ground under تحت وزاء الالف واللم وground ارض فترة من الوقت فترة من الوقت يعني يرتفع وينخفض زي مثلا موج البحر دي طاقة المد والجزر ياولاد التايدل انرجي انتو معناها يتم تحريره فيه حنشوف كل ده في الدرس ينفذ يخلص يولد كهرباء يحصل على المزيد من على مدار اليوم والتي والإتش بنطقها بصوت حرف الس والجي إتش ما بنطقهش تعالوا نشوف كده اول صورة عندي واول صورة هي دي الفحم دي صورة الفحم والفحم اسمه كول كول اكتبه ازاي السي بنطقها بصوت حرف الك كو او صوت حرف او بس ال او هنا وطويلة فاو بعدها اي كول حرف ال خلاص هنا بقى ده ال ايل ايل البترول اسمه ا او حرف ال او اي اي حرف ال اي و ال ال هنا دي كده قدر اقول عليها مزرعة فارم ف ف حرف ال اف حرف ال اي فار ار حرف ال ار فارم حرف ال ام طيب هنا دي اسمها الويند تورباينز ويند تورباينز و و حرف ال دابليو و ال اي كأنه اح و صوت قصير ن حرف ال ان د د حرف ال د كده ويند تورباينز بقى اقولها ازاي ت ت حرف ال ت و تور اليو كأنها ا كده و ال ار ب حرف ال ب تورباينز اي حرف ال اي ن حرف ال ان وال اي في اخر الكلمة بكتبها وما بنطقهوش تعالوا نقرأ بقى ديفنشنز يعني تعريفات اكتر للكلمة او ديتيلز ديتيلز اكتر عنهم تعالوا نشوف اول حاجة تورباين تورباينز ده عبارة عن ماشين that makes energy آلة آلة بتعمل طاقة تورباينز ده آلة بتعمل طاقة زي اللي انا هلتحالكو دلوقتي ان هي اهي الالات دي دي اسمها تورباينز اهي هي عبارة عن آلة بتلف كده عن طريق الهوى بتنتج electricity طاقة تمام او energy توجي من غاية to make energy تعمل طاقة to store يعني to keep something انها تحافظ على شيء معين for a period of time لفترة من الوقت تخزن شيء طايد معناها when the level of the sea gets higher or lower لما مستوى البحر يزيد يصبح أعلى أو أقل تعالوا بقى انتوا أكيد عايزين نروح ونشوف درسنا ونتعرف أكتر على درسنا تعالوا نروح في page 33 ويلا نقرأ بقى الدرس كلمة كلمة كده تعالوا يلا ها مشوا معايا بقى بالقلم كلمة كلمة فصل fuels الوقود الحفري or بيكون things أشياء تمام like مثل الكول الفحم gas اللي هو البنزين أو الغاز gas and oil والبترول these are كل دول يعني هؤلاء are burned بيتحرقوا in factories المصانع or used أو بيستخدموا to make homes and buildings warm أو لتدفئة المنازل والمباني however بالرغم من they are non-renewable مش متجددين طاقة غير متجددة طاقة بتخلص لما بنستعملها بتخلص الغاز ما احنا بنستعمله خلاص ما بنعرفش نرجعه تاني الفحم لما احنا بنحرقه في أكل أو في طبيق خلاص بيخلصوا وبيترمي when they run out عندما هم بيخلصوا بينفزوا we can't find احنا مش بنقدر نجدهم تاني or make more of them أو نعمل أكتر منهم ليه بقى بصوا ليه فاصل فيولز الوقود الحفي ده are made معمول أو مصنوع يعني from من there remains من بقايا of very old plant من نباتات قديمة جدا and animals وحيوانات قديمة قوي that lived on earth كانت بتعيش على الأرض a long time ago منذ فترة طويلة من سنين كتير قوي أولاد when we burn them لما احنا بقى بنحرقهم a lot of carbon dioxide كتير من غسني أكسيد الكربون is released بيطلق شايفين بقى released بيطلع في الهوى into the atmosphere عشان كده بيطلع في الهوى في الغلاف الجوي عشان كده هي طاقة غير نظيفة هي طاقة بتعمل pollution طاقة بتعمل تلوص جربوا كده لو احنا جبنا الفحم وحرقناه عملنا مثلا في شوي الطعام ما بنشوي عليه اي مثلا اكل فهو خلاص لما بيخلص خلاص بينتهي مش هنعرف نجيبه ليه بقى لان احنا محتاجين ملايين السنين الاف السنين سنين كتير قوي 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 عشان حاجات تموت حيوانات ونباتات وتقدر تتحلل تاني وتبقى وقود حفر تاني فهمتوا ليه مش بيتجدد there are بيوجد other kinds of energy انواع اخرى بقى من الطاقة we can use احنا بنقدر نستخدمها which are renewable بتكون متجددة يعني ما بتخلص يعني بنستعملها وبتتجدد تاني زي ايه بقى they don't run out هي الانواع دي يعني the kinds دي الانواع دي don't run out ما بتخلص we can get احنا بنقدر نحصل على renewable energy طاقة متجددة from منين بقى من natural resources من المصادر الطبيعية such as زي الويند الرياح الصن الشمس الوضر المية and heat heat والحرارة inside the earth الحرارة اللي بداخل الارض الطاقة الحرارية الارضية these kinds of energy الانواع الطاقة دي don't make pollution ما بتحملش اي تلوس and on the long run وعلى المدى الطويل they are better هي افضل تمام there are many types of environment environments on earth بيوجد انواع types يعني انواع ياولاد زي kinds كده عديدة من البيئات على الارض and we can use وإحنا بنقدر نستخدم different natural resources مصادر طبيعية مختلفة in different places في أماكن مختلفة for example على سبيل المثال a hot desert الصحراء الحرة الصحراء اللي عندنا عندنا مساحات صحراء كتير قوي is a good place مكان جيد to get solar energy ان احنا نقدر نحصل فيها على الطاقة الشمسية from sun من الشمس عندنا مساحات فضية كتير نقدر نحط الألواح اللي أنا وريتها لكم دي ونقدر نستخدم عليها أن صلت أن أشعة الشمس هتيجي عليها and there are large farms وفيه كمان مزارع كبيرة قوي with lots of solar panels فيها كتير من الألواح الشمسية that can make clean electricity اللي بتقدر تعمل لنا طاقة نظيفة طيب coastal environment يعني الطاقة البيئة بقى الساحلية ترجمة نانسي قنقر 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 شكراً لكم 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 اللي انت هتقولها تمام يبقى دي الإجابة بتاعت رقم 3 كول جاس and oil نمبر فور يعني من ايه اتصنعت الفصل او اتكونت من ايه تعالوا نطلع للقطعة برضو ونشوف اهو فين هي قال ان هي تكونت من البقايا اهي بصوا فصل فيول are made from the remains of very old plants and animals اهي دي كده إجابة رقم 4 تمام من القطعة محلتش حاجة من مخت مهمة قوي اولاد طيب تعالوا نروح لبيتج 36 كده ونكمل والسؤال الثالث اللي هو سؤال الترتيب ومهمة قوي في سؤال الترتيب ده ان انت تبقى عارف كويس تكوين الجملة ايه وتكوين السؤال اول حاجة هنا هنقول بقى كلمة كلمة sources مصادر خاص الفيولز وكود حفري ونون رينيوابل تقا غير متجددة وار تكون طيب علشان اعمل السؤال ده انا عندي دي جملة صح؟ بقى افكر نفسي كده وتكوين الجملة ايه هو تكوين الجملة؟ تكوين الجملة ان انا ببدأ اول حاجة بفاعل وبعدين فاعل طب طب فين الفاعل هنا؟ الفاعل فاصل فيولز طيب فين الفاعل؟ اهيه كده قلت ان الوقود الحفري يكون يكون ايه بقى؟ ها؟ عايز اقول مصادر غير متجددة طيب انا في الانجليزي بقول الصفة الاول وبعدين الاسم يعني هقول غير متجددة الاول وبعدين مصادر يبقى هقولها ايه بقى كلها على بعضها؟ فاصل فيولز or non renewable sources طيب رقم تو بقى عندي أماشين يعني آلة وميك بتصنع او بتولد وتو امن او هنشوف معناها حرف الجري ملوش معنى سابت في الجملة خلي بالك الترباين اللي هي ايه؟ محرك الرياح او تربينات الرياح انرجي طاقة واستكون فانا اقول اول حاجة ايه بقى؟ اه ترباين ايه بقى؟ اه ترباين كده اول حاجة نمبر وان طيب الترباين اقول ايه؟ الفاعل الفاعل ابدأ ادور على الفاعل دور معايا كده على الفاعل ها الترباين ايه؟ الترباين ده يكون بيكون ايه بقى؟ بيكون آلة اماشين اماشين آلة ها امام ايه بقى؟ ها جفور كده وسؤالة اول حاجة معايا فصل الوقود الحفري آر بيكون عبارة غير متجددة هي ايه؟ هي ران ها آوت بتخلص ران آوت بيخلص الفاعل ران لوحده معناه يجري احنا قلنا ان الفاعل لما بيجي معايا حرف جر بيغير معناه تماما ران آوت كده؟ لأ بقيت معناها يخلص ينفذ خلاص؟ طيب number two we use different natural resources in different places احنا ايه؟ بنستخدم مصادر طبيعية مختلفة في اماكن مختلفة ها احنا ايه؟ احنا نقدر صح؟ ويكان احنا نقدر number three wind and wave turbines محركات او توربينات الامواج والرياح ايه بقى by movement بالحركة ها بتعمل تعمل يعني work طيب هي كلها ما هي معناها تعمل ليه اختر تورك بستو هنا الفاعل عندي مين في الجملة؟ الفاعل عندي wind بس؟ لا الفاعل عندي wind and wave two points يعني اسم واسم يعني انا لو شلت دول كلهم لما يكونوا عندي اسمين كأني هحط ضمير الفاعل زي صح؟ عندي اسم واسم يعني اتنين يعني جمع ما هو اكتر من حاجة واحدة في الانجليزي جمع طالما جمع يبقى زي ياخد الفاعل مع مين؟ زي بياخد الفاعل من غير اي اضافة خالص مش احنا قلنا هو ان زي او اي اسم بقى جمع الفاعل بيجي بعد وفين؟ في المصدر من غير اضافة علشان كده هختار work من غير اي اضافة S لا فيها work is فيها S ما تنفعش وهنا working فيها ING ما تنفعش وهنا في هاز apple work لأ كمان ما تنفعش number four what are they نقط to stop air pollution هنا انا بعمل سؤال طبيعي ان احنا قلنا تكوين السؤال ايه اداة استفهام هو طب فعل مساعد or انا قلتلكم زي ما معودكم في قناة انجليزي كل المراحل احنا بنمشي على rules معينة على قوانين معينة لما تمشي على قانون ان السؤال هو اداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل اساسي انت كده بتطبق قاعدة قدامك طبعا بتتحفر في مخك بقى مع التقرار والحل الكتير يعني كلامي للامهات بعد كده الطفل اللي ما هيحل كتير هيبقى خلاص بقى rules القواعد دي عنده خلاص ثبتة بامر الله هيقول بقى خلاص السؤال عندي تكوينه اي سؤال في الانجليزي من اول كيش الحاد يعني كل ما لنا هي التكوين واحد هذا تستفهام فعل مساعد فاعل فعل اساسي طيب الفعل الاساسي هنا مين تعالوا نشوف what are they A to stop air pollution ماذا هم بيعملوا لكي يوقفوا تلوس الهواء طالما عندي الفاعل التكوين R R لازم الفاعل ييجي بعده في IO Energy ليه بقى فاكرين زمن المضارع المستمر كان تكوينه ايه طالما عندي الفاعل وام او از او R طالما عندي واحد من ولاد فيرب توبي دول لازم ييجي معاه الفاعل في ايه I وN وG لازم دي ثوابت يا ولاد لازم تعرفوها فهنا احنا شفنا الفعل المساعد مين احنا شفنا R صح اهو شفنا الفعل المساعد R طالما شفنا R لازم احنا كده عندنا نص التكوين عندنا مكعبات مكعبات وعندنا نص النص فالنص التانية عشان نكون بقى الشكل لازم نحط الفعل في I وN وG يبقى طيب تعالوا بقى بيقول لي هنا اكتب عن اه من 40 ووردس من 40 كلمة عن الانرجي اراوند قص الطاقة من حولنا وبيديك بقى كلمات ارشادية زي متجددة غير متجددة وران قوت بتخلص بولوشن تلوث وفيولز ووقود حفري اهم حاجة انت بتكتب اول حرف كابيتل وبتنهي كل جملة بفول سطب تعالوا نقرؤ مع بعض اللي هنا في كتاب المعاصر بيج دلوقتي احنا بيج بيج سيفن في لسن سري بسو كده اهو بدأ بحرف كابيتل اهو يا اولاد وبالانرجي طاقة المتجددة تكون نظيفة في الستوب اعمل جملة تاني اقول احنا وي هاف عندنا سولر انرجي طاقة شمسية في رمزة صن من الشمس في الستوب والجملة كمان وي احنا هاف جيو ثيرمل انرجي عندنا طاقة حرارية ارضية تحت الارض في الاماكن الحرة نون رينيوابل انرجي الطاقات الغير متجددة كان رن اوت بتقدر انها ممكن تخلص زي الفصل فيولز الوقود الحفري والغاز جملة كمان هما بيتحرقوا في المصانع وهذا يسبب التلوث احنا مش بنقدر نلاقي خلاص بقى اكتر من كمية يعني اكتر منهم تمام كده اكون حلت معاكم كل تدريبات درسنا احنا ما سبناش ولا سؤال يارب تكون استفدتوا ياريت ما تنسوش اللايك والشير للفيديو باي باي اشتركوا في القناة